أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسكد الحرام وما كانوا أولياءه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسكد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فسينفقون أموالهم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعله في جهنم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولا ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القوبى ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللهم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَاسْغُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فَاسْغُتُوا وَالْقِيْتُمْ فَاسْغُتُوا وَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ